بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا احباء في الله لقاء جديد وصحة وعافية اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا في هذا الشهر الكريم بالصحة وان يبارك لنا في العافية اللهم امين في هذه الحلقة هنتكلم ان شاء الله تعالى عن الصحة بالرياضة والصيام كتير من الناس يعني يجوا في هذا الشهر المبارك نجد شباب كتير بدأوا يعملوا دورات رمضانية لعب كرة قدم او الشباب اللي بيلعبوا كرة في الشوارع بيبقى فيه افراط في الرياضة يلعب طول الليل يلعب من بعد الفجر ويصحى ويطلع يقولك انا في اجازة وينام طول النهار ونسي الفائدة من الصيام كتير منهم يفقد اغلب الماء اللي في جسمه ويفضل نايمش قادر يتحرك من التعب والاجاد بعض كبار السن نقول بيه يمتلع عن ممارسة ادق او اقل درجات الرياضة وهي الحركة البسيطة من المشي من المنزل الى المسجد نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني شجع المؤمنين على كثرة الخطى للمساجد كثرة الخطى للمساجد مش بس مجرد انه ثواب وبركة ورفع درجات وحط زنوب ومغفرة من ربنا وعطق من نيران لا هو ربنا سبحانه وتعالى اراد للانسان هذا المخلوق المتحرك ربنا مش خلقنا ساكنين في بعض المخلوقات حركتهم قليلة لا درج ربنا خلقنا عندنا حركات حتى الانسان يميل ويتحرك والعمود الفقري في عملية حركة وانسناء المفاصل الرجبة مفاصل يقول سبحان الخالق الله حفاظا على هذه الاعضاء وهذه المفاصل العضلات جعلنا نتحرك الحركة في فوائدها عظيمة جدا لذلك ابسط رياضة بشجع بيها اخوانا كبار السن بتوع المعاش الناس اللي يعني نقول الاعتكاف في المسجد والوجود ده خير ولكن حاولوا تمشوا حاولوا تمشوا فترة ما بعد الافطار ياريت بعد الترويح اما بعد ما تخلص الترويح ما تروحش البيت جاري وتروح تستسلم الى الراحة او تمسك روموت الكنترول وتقعد تقلب في القنوات وياكم والمسلسلات يعني انا منصح اخوانا اوعوا يسرق هذا التلفاز منكم هذا الشهر المبارك يعني اقول لو هنقدر اه محتاجين نتفرج نتفرج على برنامج مفيد او على درس اه يعني على طاعة ربنا لكن ما روحش اضيع وقتي في هذه المسلسلات الرياضة في غاية الاهمية لو هنمشي لابد يكون المشي له صفة شكل بلاش المشي ان الكتاف متهدلة والواحد مشي بيجر في رجله ويزحف في الشبشب لا انا عايزين ان لو ماشي يكون ماشي فيه قوة ماشي يبدو الانسان عليه ان يعني شاد العضلات منتصب القامة بقاش ماشي كده في حالة ليه المؤمن القوي خير انو احب عند الله المؤمن الضعيف الصحابة رضوان الله عليهم مهما كان سنهم يكبر كانوا ازا مشي الواحد فيهم بيمشي معتزب نفسه عنده كده اما سيدنا عمر رأى واحد بقى عامل فيها بقى متماسكن ومسكين وماشي كده مسك وضرب وبالضرة قال لا تميتوا علينا دنا متى هو الورع والتعمش انك تبقى ماشي موطي والقوام عندك سيء وحالتك لا امشي وانت كده في عزة لان الله اعطاك هذا الرياضة هتحافظ بها على جسمك وانا بحشجع ان في شهر رمضان نبدأ برياضة يومية بعد رمضان نستمر عليها عشان نحافظ على هذه الجسد اللي هو نعمة من الله اعطاه لنا وجعل علاجه في ابسط الاشياء اهمها هي التمرينات والحركة اللي امرنا بيها سبحانه وتعالى اللي اما نمشي في مناكب اه الارض دي وان احنا في الصلاة الصلاة اه اللي بنعمل فيها حركات لا نعملها في اليوم العادي الصلاة اللي بنسلم بالعنق ونرفع اليدين وننزل منحنين للامام ونسجد ونقول ما اعظمها من فائدة واعظمها من فريضة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علما اللهم اجري على لسان ما يرضيه عننا ويجري على اسمعكم ما يرضيه عنكم ويخفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلننا وما اسررنا اللهم امين وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة